لكن نريد أن نتكلم على بند وقانون رسخه الإسلام للحفاظ على نظام الأسرة هذا الأمر جعله الإسلام صمام أمان نظام الأسرة ألا وهو مركزية الأم والأب مركزية الأب ومركزية الأم في البيت هو نظام صمام أمان الأسرة لذلك نجد الإسلام ركز كثيرا على جانب بر الأبوين وركز كثيرا على جانب القوامة الرجال قوامون على النساء جعل القوامة للرجل والقوامة يعني القيام بأمر البيت الإسلام راعى الفطرة أن الرجل هو الأقوى وهو الأقدر فهو الذي يجب أن ينفق على المرأة وعلى فكرة هذه المسألة قبل أن تكون إسلامية هي فطرية بشرية فكمال المرأة أنها تجد أو أنها تحب أن تجد رجلا ينفق عليها لأنه عندما ترى زوجها ينفق عليها ويهتم بتلبية طلباتها ويأتيها بما تحبه تشعر بأنها قريبة منه تشعر بأنها تشبع أنوثتها وكذلك الرجل عندما يأتي هو إلى البيت يحمل الكيس ينفق يشعر بالمسؤولية ويشعر بالرجولة يشبع ذكورته هذه الفطرة والإسلام أبدا لا يخالف الفطرة لو عكسنا المسألة وكانت المرأة تعمل وتأتي إلى البيت بالمال والرجل يمد يده ويأخذ هو سيحس بالنقص يعني ربما من عذر قد يكون الرجل أشل يعني مريض قد يكون كذا والمرأة قد تكون موظفة عندما تعطيه الأموال ثقه يشعر بالنقص لأن هذا يخالف ذكورته ويخالف طبيعته والمرأة عندما تعمل وتأتي بالبيت تأتي بالمال إلى البيت تستفقل وتشتم الزمان الذي جعلها تعمل وتأتي بالمال لماذا لا أكون كسائر النساء أجلس وهناك رجل يقوم بأمري وينفق علي هذه الفطرة صمام الأمان أن نحفظ هذه الفطرة بالدرجة الأولى أن القوامة للرجل أن القوامة في البيت للرجل الرجال قومون على النساء وهو صاحب الكلمة بشرط أن يكون عدلا لا أن يكون ظالما طاغيا لأنه يستغل القوامة للتجبر وفرض الرأي وإن كان على الباطل لا لا بأس له القوامة له عليه النفقة نعم لكن يستشير زوجته وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذ كان يستشير أمهات المؤمنين وهو الذي يوحى إليه هو صاحب الوحي ينزل عليه الوحي يبين له الحق من الباطل وصح من الخطأ لا يحتاج أحدا النبي عندما كان يستشير نساءه يعلمنا بركة الشورى وعندما يستشير أصحابه يعلمنا بركة الشورى لا أنه يحتاج إلى المشورى ولا يحتاج المشورى لأن اتصاله مباشر بالله رب العالمين من خلال الوحي لا يحتاج المشورى لكن يعلمنا بركة المشورى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ببشورة أم سلم في مسألة الصلح الحديبية في غضية سياسية مع قريش كيف بأمر المنزل؟ فالقوام لا تعني الطيان والتجبر إنما هي رعاية وخيمة حامية الأب هو الخيمة الحامية على الأسرة وأما الأم فهي الخيمة الحنون العاطفة الأب لا بأس أن يكون فيه شيء من الغلظة والقسوة ليس بظلم القسوة أبداً لا علاقة لها بالظلم لكن الرخاوة تحدث رخاوة في أخلاق الأبناء إذن يجب على الأب أن يكون له شدة لكن بعدالة وأما الأم تكون الخيمة الحانية العاطفة على الأبناء لأنه إذا كان غلظة وقسوة فقط سيتأذى الأبناء لكن الإسلام جعلها توازنا فهنالك قسوة وهنالك رقة لا يكون بين القسوة والرقة إنحلال أبدا للحفاظ على هذا التوازن أمام العائلة هناك جوانب الجانب الأول جانب الحكومة يجب على الحكومة أن تعطي حصانة للأم والأبي أمام الأبناء أن تعطيهم حصانة وأول قوانين انحلال الأسر هي رفع تلك الحصانة وهذا ما عليه أغلب القوانين العلمانية بما فيها قوانين بلداننا العراق والبلدان العربية الفتاة والذكر إذا بلغوا ثمانية عشر سنة انتهت سلطة الأم والأبي عليهم لو أن المرأة ذهبت لو أن الفتاة أجلكم الله حفظكم الله وحفظ الله أعراضنا لو أن الفتاة زنت بعد سن الثمانية عشر وهي مختارة بشاب مختار لا يحق للأبي والأم أن يعترض عليها في قوانيننا ولو اعترض الأب عليها أو منعها من حقها أن تشتكي عليه وتودعه في السجن وكذلك لأمها هذا هو بداية الانحلال هذا هو بداية الانحلال المفروض أن الحكومة وهذا أول يعني أول الواجبات للحفاظ على هذا النظام أن الحكومة تعطي حصانة للأم والأب لكن دون الظلم إذا كان الأب ظالما وكانت الأم ظالمة فالقاضي هو الذي يرفع المظلمة طبعا يرفع المظلمة عن الأبناء لكن لا أنه يرفع القوامة لا أنه يرفع الحماية لا أنه يرفع الحصانة أبدا إذا كشفت الخيمة كانت فضيحة على أهل البيت هكذا فالقوانين الآن التي تحكم بلادنا وأغلب البلاد كل البلاد الإلمانية بلا استثناء يعني عدى البلدان الإسلامية كل البلاد الإلمانية هي قوانينها هدم وانحلال للأسرة وليسمعني من يدافعون عن الإلمانية اليبرالية أنا مستعد أن نناظره كلها هي بداية انحلال نظام الأسرة مادام يسمح للإبن والبنت الإنحلال ومخالفة الأم والأب بل والشكوى على الأم والأب إذا منعوهم من هذه الرذائل تمام فالواجب أولا على ولي الأمر أن يسن القوانين التي تحمي نظام الأسرة من خلال الحصانة في التصرف للأم والأب وانظروا إلى ما كان ما عليه الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كان ولي الأمر كان الحاكم إضافة إلى كونه نبي كان هو الحاكم في نظام المدينة المنورة بوحي من الله سبحانه وتعالى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أخذ مالي هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أقم دعوة على أبيك وأبوك هو الذي سيكون مدانا كيف يأخذ مالك لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل اذهب فأتيني بأبيك روح نادي أباك وتعالى فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يقرئك السلام ويقول إذا جاك الشيخ يعني الأب فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه بمعنى ما نطقه شيء قاله في نفسه أبيات من الشعر أبيات من الشعر لما هذا الإبن ذهب واشتكر على أبيه الأب حزن وقال أبياتا في قلبه أبيات من الشعر وقبل العرب قديما العرب الشعر سليقتهم نظمها في قلبه ولم ينطقها بلسانه لذلك ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ابنك يشكوك أنك أخذت ماله قال سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على أحدى أهل بيته أو أخواته أو عماته أو خالاته أو على نفسي أنا لا يوجد عندي مال من الذي ينفق عليه وأنا شيخ كبير وطبعا يجب على الإبن أن ينفق على أبيه وعلى أمه وعلى أخواته إذا كان الأب عاجزا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيهن يعني تمام دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك فقال الشيخ والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا يعني كيف عرفت وحتى أنا لم أنطق به قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل وأنا أسمع قال قلت يعني يخاطب كأنما يخاطب ابنه غذوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحني عليك وتنهل إذا ليلة نابتك بالشكو لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حكم مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفضاضة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فقالت كما كان المجاور يفعل يعني لم ترعى حق أبوتي اجعلني كالجار إذ يرعى جاره وأنا الذي غذيتك مذ كنت صغيرا وبدت عليك الليالي كأني أنا المرض لست أنت وأنا أبكي أكثر منك عندما تمرض ثم كبرت وجعلت جزائي فضاضة وغلظة غلظة وفضاضة إذا لم تكن ترى حق أبوتي اجعلني كالجيران كما تحتر مجارك على الأقل قال فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه هكذا قال أنت ومالك لأبيك هكذا أمسكه من ثيابه قال أنت ومالك لأبيك الحديث روه الطبراني فرجع لابنه ساكدا طبعا لا نقول شرعا من حق الأبي أن يأخذ مال ابنه كله خلاص ويتركه فقيرا لا هذا الأمر غير موجود لا يقبل الإسلام وليس هذا منطقا من حق الابن أن يكون له استقلالية بماله لكن إذا احتاج أبوه أو احتاجت أمه يجب عليه أن ينفق عليهما إذا كان ذوي حاجة إذا كان مستغنيين ربما كان الأب غنيا ربما كان عنده ما يستطيع أن ينفق على نفسه وعلى زوجته هنا لا يأخذ مال ابنه لكن الأب يعني كبر في السن صار كبيرا وشاخ وما عاد يستطيع أن يعمل ولما كان شابا كان يعمل وقد غذى ابنه حتى كبره والآن الابن لا يريد أن يعطي المال لأبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك هذا الابن بالغ ويعمل ويكون عنده أموال لا يأتيه القانون ويقول له قم و يعني أقم دعوة على أبيك لا يحق له أن يتصرف بمالك وبالقانون لو مات الأب من الجوع لا يحق له أن يجبر ابنه أن ينفق عليه ما دام قد بلغ ثمانية عشر سنة في هذه القوانين الظالمة الجائرة التي تتفكك فيها الأسر إذن أول تابعة وأول تحمل يجب أن يتحمله أن تتحمله جهة هي الدولة يجب على الدولة أن تعطي حصانة للأم والأب تعطي حصانة للأم والأب أمام شكوى الأبناء هذه النقطة الأولى وكما قلنا إذا كان هناك ظلم من الأب والأم نعم القاضي يدفع هذا الظلم الإسلام لا يرضى بالظلم لكن عموما الحق والمكانة يجب أن تحفظ لا أنه يمنع من الحفاظ على شرف بناته وأبنائه لا لا هذا خط أحمر خط أحمر وبداية الانحلال طيب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن يتحمل الأب والأم أيضا المسؤولية أن يعين أبناءهم على برهم يا أب ويا أم أعينوا أبناءكم على برهم على بركم أولا والأمر الثاني إحفظ ليحفظ كل منكم المركزية لنفسه وللأخر كيف ذلك؟ أحيانا الأم مثلا تمنع ابنها الإبن يقول لأمه أريد أن ألعب في الخارج تقول له لا لا تخرج ابقى عندك دروس أو يقول أريد كذا أمر تمنعه الأم ثم يأتي الأب ويقول لا لا اذهب اذهب لا بس اذهب أنت مباشرة أيها الأب بهذا التصرف الخاطئ جعلت ابنك لا يستمع كلام أمه جعلت ابنك يأخذ تصورا أن أمه مخطئة في أوامرها له لماذا تأمر أمرا معارضا لما أمرته الأم ربما أنت ترى شفقة وكذا الابن خطيئة مسكين خلوا رحي لعب ليش تمنعي أنت لا لا تضرع أمامه لا تكسر كلمة الأم أمامه وأنت أيها الأم نفس الشيء أنت أيها الأم نفس الشيء إذا أمر الأب بشيء فإياك أن تكسري كلمته أمام أبنائه لكن إذا أردتم تغيير الموضوع الأب ينادي الأم تعالي يروح على حدة دون أن يسمع الأبناء خليطلعوا الخطيئة لا يوجد مشكلة الأم نفسها التي منعتهم هي التي تطلب منهم أن يخرجوا ليس أنت تعارض كلام الأم وبالتالي الأبناء سينظرون إلى أن كلام الأم ليس له وزن وكلامه ليس صحيحا سرعان ما كسره الأب وكذلك العكس هنا الأب والأم هما الذين يتحملان مسؤولية مركزيتهما في البيت إياكم أن تجعل كلمة الآخر تكسر أمام الأبناء خاصة الصغار لأن التعلم من الصغر كان نقشي على الحجر هذا سينشئ جيلا لا يرى اعتبارا ولا احتراما لكلمة الأب والأم ما دامت قد كسرت من قبل أحدهما وأعينوهم على بركم بالتصرف الحسن بدفع الظلم الأبناء لا يحبون آباءهم بالفطرة يحبونهم بال بالاكتساب بالتصرف الأب والهم يحبون أبناءهم فطريا بالفطرة لكن الأبناء كيف يحبون الآباء بالتصرف معهم وتردنا أسئلة من أبناء وابنات يقولون لا نحب أبانا لماذا لا نحبه يتصرف معنا بأذى ويعذبنا ويعاقبنا ويضرب أمنا ويهمل أمنا وتركنا ويذهب إلى ملاذ ذاته هو وتركنا نحن نتكفف الناس نمد يدنا هنا وهنا لا نحبه وهناك أيضا ناس يقولون لا نحب أمنا لماذا توفي أبونا ورمتنا وذهبت وتزوجت وبقينا بلا أم وبلا أب ما هكذا التصرف يا أم ويا أب كونوا خيمة حامية كونوا خيمة ظليلة سيكون أبناءكم لكم أرضا ذليلة والذل أمام الأم والأب عز يا أبناء إياكم أن تستنكفوا من الذل أمام أمكم وأبيكم الذل أمام الأم والأب عز عند الله وعند الناس عند الله وعند الناس الأب لما يضرب ابنه أمام الناس والابل لا يستجيب ويبقى يعني لا يستنكر حتى بالعبارة سيكبر بعين الناس يقول لك اش قد هذا مؤدب اش قد هذا مربع اش قد هذا بار لكن اذا رفع صوته امام ابيه مباشرة سيقول هذا انسان سيء وهذا انسان لا يستحق ان يوثق به طبعا اياك ان تثق بانسان عاق ايها السامع يا من تسمع كلماتي لا تثق بانسان عاق لا تثق بصحبته ولا تصاحبه ولا تقرضه ما لك ولا تزوج ابنتك ولا يعني لا تثق به ابدا لان الذي اذا من حملته في بطنها تسعة اشهر وسارت عليه الليالي او اذا من انفق عليه وكان الخيمة الحامية من اذاه ما سيؤذيك حتما فانت لم تقدم له عشرة ما قدمه له امه ما قدمته له امه وقدمه له ابوه انت لم تقدم له عشرة ما قدمه له ابوه فاذا كان قد عقهما وآذاهما فسيؤذيك حتما فاحذره احذره لا تزوج ابنتك لا تقرض مالك لا تثق به لا تصاحبه اياكم والعاق اياكم والعاق الذي اذا الام والاب سيؤذيك حتما انت لم تقدم له عشرة ما قدمته له امه او قدمه له ابوه لكن انادي الاب والام اعينوا ابنائكم على برهم من خلال الاحسان اليهم من خلال استعطافهم من خلال الكلمة الطيبة معهم من خلال الطفل اشتري له الاشياء التي يحبها الحلوة وهذه الاشياء التي تحبها نفسه مع التربية كان يقال ان المحب لمن يحب مطيعه اجعله يحبك اولا ثم بعد ذلك اطلب منه طاعتك اما انك يعني تحرمه مما يحتاج عليه في سنه تكون معه غليظا تكون معه شديدا تعنف تضرب بسبب او بغير سبب ثم تريد منه ان يطيعك صعب في هذه الحالة انت تعينه على عقوقك انت تعينه على عدم سماع كنامك كن معه حسنا اذا الواجب الاول على الدولة والواجب الثاني على الام والاب نفسيهما من خلال ان يحفظ كل منهما مكانة الاخر في البيت وان يراعوا ابنائهم والامر الثالث الابناء ايها الابناء الله سبحانه وتعالى يقول وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين يحسانا انظروا الى العبارة لم يقل تعالى امر القرآن فيه اوامر كثيرة اقيموا الصلاة اتو الزكاة لله على الناس حجوا البيت ان لا تضعوا في الميزان فيه اوامر وفيه نواهي كثيرة لكن ليس فيه قضاء الا باثنين قضاء هناك فرق بين امر القاضي وقضاء القاضي امر القاضي امر وربما بلقاء القبض على فلان يحقق معه فان كان بريئا قضى ببراءته واخرجه وان كان مدانا قضى بادانته وحكمه حكم عليه بما يشاء من عقوبة القضاء يكون في النهاية الذي لا شفاعة فيه الامر في البداية نرى لكن القضاء لا شفاعة فيه كل فرائض القرآن اوامر الا اثنين وقضى ربك ان لا تعبده الا اياه التوحيد رأس الامر كله لا مجاملة ولا محابة فيه وبالوالدين احسانا الامر الثاني القضاء الثاني ابدا لا محابة فيه لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين عدى الثاني عقوق الوالدين اكبر الكبائر لا تقبل او الانسان لا ينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عقا الاسلام لم يقرن معاملة الابوين بالبر اذا كان الابوان حتى اذا كان الابوان سيئين معك ايها البن انت ملزم انت برهما كونهما ظالمين سيئين هذا إثم عند الله الله تعالى هو الذي يعاقبهما لكن أنت يجب عليك البر أبدا ليس هناك مجاملة في مسألة بر الوالدين حتى وإن كان كافرين يسجدان للوثن يجب عليك أن تبرهما في غير الشرك وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم طلب منك أن تشرك وجاهداك بمعنى آذياك وضرباك على الكفر ما ليس لك به علم فلا تطيعهما في مسألة الكفر ما سوى ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا يجب أن تصاحبهما بالمعروف أبدا لأن الإسلام يعلم طبعا هذا أولا هو البر الحق الذي الأب والأم على الإبن وأيضا لأن عقوق الأبناء لآبائهم هو بداية انهيار نظام الأسرة ويعني اللبنة الأولى من بداية انهيار المجتمع المسلم فالله الله في آبائكم أيها الأبناء والله الله في أبنائكم أيها الأباء حافظوا على جمال الأسرة فإن جمال الأسرة بحسن المعاملة ما دخل الرفق في شيء إلا وزانه يعني زينه فأعينوا فأعينوا يا أباء أبناءكم على بركم ويا أبناء احفظوا مكانة آبائكم تذللوا لهم فإن التذلل لهم عز وإياكم ورفعة الأنف وإياكم والبحث عن عزة النفس أمام الأبوين ابتعدوا عن كل ذلك ستجدون رحمة الله تعالى قريبة منكم ويا ولاة الأمر احذروا أن تكونوا سببا لانهيار مجتمعاتكم بهذه القوانين التي تقلدون به الغرب حكموا كتاب الله وسترون كيف ينتعش اقتصاد بلادكم وكيف تعز بلادكم وكيف تسمو بلادكم وانظروا إلى من قبلكم حين كان كتاب الله يحكم لقرون عديدة مديدة كان الإسلام يحكم العالم كان الإسلام دولة شرقها الأندلس غربها الأندلس في إسبانيا وشرقها الصين دولة واحدة كانت بغداد إذا قامت قعدت الدنيا وإذا نطقت بغداد نادت أوروبا والهند والسند والصين لبيكي لما كان الإسلام حاكما اللهم عدل الإسلام عزه ومجده وعليك بالقوانين الهدامة عليك بها وبمن وضعها وبمن عمل بها خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر أبدلنا خيرا منهم ولأمورنا أخيارنا ولا تولها أشرارنا آمين يا رب العالمين